السلام عليكم ارجعنا لكم محاضرة جديدة اليوم يعني مثل ما نقول اليوم بدأت مادة السادس الحقيقية اللي هي المعدلات مرتفطة بالزمن ما نقول كل ما اخذناه سابقا هو يعني ما العلاقة بالسادس ولكن بدون اللي اخذناه ما راح نقدر نفتيه بالمحاضرة ما اليوم اللي هي شون اشتقناه من لسبب الزمن والاوليات ما المسائل وشون نتعامل بها قلنا موضوع المعدلات مرتفطة بالزمن يعني الرادلة شوية قراءة معمقة ونفصلها لانواع صلفنا علي المحاضرة السابقة كانواع اللي هي مسائل الحجوم ومسائل السلم ومسائل الجليد نتلاحظ اذا يعني نفرز الانواع معينة مو فقط انه حسب الشكل الهندسي ولكن هن بصورة عامة انفرزن بهالنوع هذا فالمحاضراتنا اليوم رح نتناول المسائل والحجوم وبالضبط رح ناخذ شكل لليوم شكل هندسي اللي هو المتوسط وح مستطيلة اللي قاعدته مربعة ان شاء الله المحاضرات القادمة ناخذ الاسطوانة والمخروط وتنتهي موضوع الاشكال الهندسية بالنسبة اللي تحوي على السوائل وغيرها المحاضرة السابقة اللي كان بيها اشرحنا الاساسيات مع الموضوع قلنا من تقرأ اسطوانة مخروط كرة مكأي شكل مجسم فانتبه للسؤال هل السؤال هو سؤال سوائل لو الجسم هو نفسه يتغير هذه اول نقطة مهمة جدا بالمعدات بالطبطة بالنسبة المسائل اللي بيها اشكال هندسية يعني اسأل السؤال هنا هذا نقرأ خزان على شكل متوسط وح مستطيلة اذا شكل هندسي اللي هو مجسم متوسط وح مستطيلة هسا بعيدا نكمل على العبارة اللي سولفنا عليها ذاك الدرس وركزنا عليها هل هذا السؤال شنو به يكمل قاعدته مربعة طولها اثنين متر يتسرب منه الماء اذا هنا هذا السؤال ما لسوائل اذا هذا من ضمن مسائل السوائل اذا هذا وقلنا شنو يعني واذا سائل واذا سائل راح قلنا من هو المتغير مع الزمن الآن السائل يعني الابعاد كلها للسائل الحجم للسائل واللي هو راح يدخل بالمساء اما من نقرأ في مثال اخر انه لا هو الجسم يتغير اذا لابعاد ما للجسم وهي ابتداء لازم ميزة الاسئلة في هالنوع بالنسبة لما يتعلق من نقرأ مخروط او متوسط وحو مستطيلة او اسطوانة فاول شي من اقرأ السؤال اول قراءة افرزة هل هو من مسائل السوائل لو لا على الموضة اشتغل بتغيرات اعرفاني المنافرة هذا ابتدائيا لازم احنا ايضا المحاضرة اللي هي لازم اعرف الحجم مالته واعرف المساحة الكلية والجانبية يعني كل معلوماتي عنها اهم شي قلنا هنه خطوات الحل بالمعدات المرتبطة بالزمن اللي هنه اربع خطوات احنا سويا هنهن اساسية اللي هي الاولى قلنا تحديد متغيرات يعني هذا تكتبها لك بالمسودة لك الخطوة الاولى اللي هي تحديد متغيرات اللي هي الابعاد الشكل اثنين العلاقة ثلاثة نعوض الثابت واي نقطة خطرة جدا في العلاقة واربع الاشتقاق الزمني والمحاضرة السابقة احنا اتدربنا على اشتقاق الزمن اتدربنا على اشتقاق الزمن يعني ان شاء الله سبس نوصل للعلاقة المشتقة راح تكون سهلة والموضوع مسيطر علي قلنا هنا كل سؤال يراد لمفردات يعني نعرف ابتدائي هسا احنا السؤال اهم شي بالسؤال انه قلنا هذا السؤال سوائل حددنا الخطة مالتنا اللي هي تحديد المتغيرات والعلاقة والتعويض الثابت زين هساني شون ابدي بحل السؤال لازم ابدي بتحديد المتغيرات دينات المتغيرات المن للسائل نقرأ السؤال زين مرة ثانية خزان على شكل متواز السطوح مستطيلة قاعدته مربعة اذن القاعدة مالتنا مربع يعني شون راح نبدأ نفرض طول القاعدة اكس والارتفاع اتش والحجم في قاعدته مربعة قلنا كنوع متوسط طوح مستطيلة مرة القاعدة مربعة مرة القاعدة مستطيلة هنا قاعدته مربعة طول طولها اثنين متر يتسرب منه الماء بمعدل لاحظ هنا الوحدات نرجع الى موضوع الوحدات موضوع الوحدات قلنا من اقرأ اثنين متر اقرأ اثنين متر بالثانية اقرأ اثنين متر مربع بالثانية واثنين متر مكعب بالثانية شنو الفرق بين الاول والثاني والثالث والرابع هذا قلنا طول عرض ارتفاع يعني x y لان ما بي زمن كل وحدة كل رقم ويا زمن فهذا معدل تغير زمن يعني سرعة فهذا يمثل dx الى dt لان قلنا الوحدات وحداتها متر سنتيمتر هذا يمثل dx الى dt او dy الى dt هذه تربيع اذا هاي وحدات مساحة يعني هذه معدل تغير المساحة هذه تكعيب يعني حجم هذه معدل تغير الحجم وهكذا بالنسبة للزمن اذا هو نفس العدد هنا قلنا هاي تمثل x او y او كذا فمن الوحدات قلنا اذا كل طبعا الزمن مشر ثانية دقيقة او ساعة او اي زمن اخر هنا قلنا من الوحدات هذه الوحدات وهذه كل ما يجي اياها زمن فهذه معدل زمن هذه معدل زمن شو فرق الاول عن الثاني هذا ما او يا زمن اذا هذا x y h يعني طول عرض ارتفاع هذا او يا زمن اذا هو سرعة تغير يعني بالموجب او بالسالب زين هاي من ضمن المعلومات اللي اخذناها الدرس السابق فهس من اترجم المعلومات هنا مالتي لازم اميز اميز العدد المعطى من وحداته من وحداته اذا بس تربيع هاي مساحة تربيع هاي زمن هاي معدل تغير المساحة اذا بس متر سنتيمتر كيلو متر هاي x y هو العرض ارتفاع اذا اجاوا ياها زمن لا هاي معدل تغير البعد dx لا dt او دو لا dt وهكذا بالنسبة للحجم اذا بس متر مكعب يعني يقول لك الحجم 220 سنتيمتر مكعب هاي دي حجم هاي فيه لكن من يطوي زمن اذا هذا صار معدل تغير الحجم فاذا الاعداد اللي يقراها هو الشيء يقراها بدقة اه وميزها هل هي حجم لو معدل تغير الحجم مساحة لو معدل تغير المساحة بعد لو معدل تغير البعد وقلنا الشيء الاساسي اللي يبين هذا الشيء انه هل اكو زمن ويا البعد مطيك يا اكو زمن ويا المساحة ويا الوحدات كل ما اكو زمن فهذا معدل زمني واذا ما اكو زمن فهو واحدة من ذن التلاف اما مسألة السالب والموجة بش وقت تاخذ السالب والموجة بايضا شو احنا مراجعة سريعة على المحاضرة السابقة الاساسية السالب والموجة مثلا هنا اقرأ كلمة يتسرب يتسرب يعني شيء دي يقل يتسرب اذا هاي ترجمتها سالب يعني هذه القيمة سالبة معناه يتسرب منه الماء اذا اكو فقدان اكو نقصان اذا هذا الرقم شوف يتسرب منه الماء بمعدل اذا هذا عوض سالب لانه هذا مقدار النقصان شيء دي يقل هذا بمقدار اه صفر باوين تاربعة بالعشرة اما لو قل لي يصب موجب قلنا كل زيادة موجب كل نقصان سالب ابتعاد موجب اختراب سالب وهكذا ايضا المحاضرة السابقة سولفنا عليها اللي هي كانت اساسيات المعدلات المتبطة بالزمن من ناحية القوانين نرجع السؤالنا ضمن الخطة اللي كتبناها احنا سولفنا الدرس السابق قلنا هنان احنا بالمسألة اش عندنا قلنا نقرأ المسألة مرة او اثنين ونشوف شن اللي عندنا من ابعاد اول شيء سنبدي بالفرضية اكتبت عن الخطوات مالتي تحدين تغيرات قلنا حفظها هذي يعني لازم كل شيء كين بتعرف شو انت عامل يارا الثاني ما يجد السؤال سواء اللي انقرأت كلمة ما متوسط وح مستطيلة كم نوع عندي اثنين قاعدة مستطيل قاعدة مربعة هناش يقول لي قاعدته شنو قال لي مربعة زياد اذا القاعدة مربعة نبدي تعمل تغيرات اول شيء هاي العبارة نذكرها ان احنا دا نشتغل في لحظة معينة فنقول نفرض عنده اي لحظة تي اذا نشتغل في زمن معينة حجم الماء حجم الماء اللي هو حجم الماء اللي موجود بالاناء في حجم شوفوا هنا اذا نأكد هاي ابعاد منه حجم الماء من هو في ارتفاع الماء من هو اي شكل متوسط وح مستطيلة شنو ابعاده اذا قاعدته مربعة ابعاده اكس باكس باكس وهنا الحجم فيه ابعاده طوله اكس اذا قاعدته مربعة عرضه اكس ارتفاعه اتش هذا حافظي من معلومات الاساسية وحجمه فيه لكن ذول ابعاد منه قلنا ذول ابعاد السائل ابعاد منه السائل اذا هاي اول شيء تحديد المتغيرات وهذه مهمة جدا اللي الفرضية اللي هو انا راح حول الكلام الارموز من قرية متوازي سطوح مستطيلة قاعدته مربعة اذا الهنا اوقف متوازي طوح مستطيلة قاعدته مربعة فرضيته ثابته سراح نشوف المثال القادم بعد احنا راح نحل ان شاء الله ثلاث اسيلة غير هذا سيرا اربعة يعني ثين وزاريات عندنا عليه وتقريبا نغطيه بشكل جيد هذا الموضوع المتوازي طوح مستطيلة من اقرى قاعدتهم مربعة مباشرة الفرضية مال تطول القاعدة اكس والارتفاع اتش والحجم في بس اكو شغلة اذا سؤال سوائل اقول له ذني ابعاد السائل وذا لا حلنا ذني ابعاد الاناء النفسه او الشيكي هاي جدا مهمة الملاحظة ان شاء الله معلومتها صارت واضحة جدا شوف هاي ابعاد السائل من قل لي ما هاي ابعاد السائل راح نشوف مثال جاي ان شاء الله تتوضح الامور اكثر اسر الفرضية اوكي كل ما يقول لي متوسط وح مستطيلة قاعدتها مربعة شافرض طول القاعدة اكس طبعا طولي ساول عرض لان هذا مربع والارتفاع اتش والحجم في فقط اذا للسائل اقول ذني ابعاد السائل وذا الاناء ذني ابعاد الاناء وانتهي القبل ما ابلش بالعلاقة هي هناش بين انتبه قبل ما ابلش بالعلاقة اريد منك بس شغلة الان تقرأ السؤال مرة واثنين وثلاثة احنا هسا احتينا بالمحاضرة السابقة قلنا مشكلة المسألة شون احول الكلام الارموز الثاني ابتداء كل ما القى كلمة حجم معناها في اقرأ كلمة ارتفاع معناها اج كلمة القاعدة شا بدلها باكس اتفقنا هسا كل ما اقرأ كلمة قاعدة شوف افرضتها اكس ووين ما القى كلمة قاعدة افرضها اكس طبعا بالمناسبة الفرضية تمام مجبر سمي القاعدة اكس سميها ال كيم مو مشكلة اي رمز اي رمز بس هو المهم هاي التسمية اللي سميناها احنا هسا انا سميت القاعدة سميتها اكس والارتفاع اش والحجم في فسا كل ما تقرأ كلمة حجم يعني دي حجي على في وذا معدل تغير الحجم يعني دي حجي على دي في الى ديتي واضحة ومثل ما حجينا راح نميز الارقام من الوحدات مالتها يلا هسا نبدل كلمة قاعدة قاعدة بما باكس ومعدل تغير القاعدة دي اكس الى ديتي والارتفاع اتش ومعدل تغير الارتفاع دي اتش الى ديتي والحجم في ومعدل تغير الحجم دي في الى دي تي هنا ذنى ابعاد المسألة وذنى قلنا مالة الماء زياد هسه هذا نسميه شريط المعلومات جدا مهم مو على درجة هذا بعدان ما اظل اقرأ المسألة هو هذا راح يوضح لي وين راح اشتغل عنه هساني ابتداء ابتداء للسؤال دي احجي على الحجم راح ناخد السؤال الثاني وزاري احجي على المساحة السطحية مثلا هو احنا قلنا شرحنا المحاضرة السابقة نعتمد عليها وين المحاضرة السابقة انه الاشكال المجسمة بها حالتين انه حجوم ومساحات كلية او جانبية انه ذنى اللي يعدي غالبا بالنسبة للطيور مع الزمن المهم فهناه كان دي احجي على الحجم فكتبنا نقرأ مسألة مرة ثانية وثالثة الان نضبط امورنا نعيد قراءتها يقول خزان على شكل متوسطوح مستطيلة قاعدته مربع استفادين من هذا الكلام طولها اثني المتر قاعدته شو اسمها القاعدة سميناها سميناها اكس اذن كل ما اقرأ كلمة قاعدة معناه دا احجي على الاكس يعني هذه هنا عندي اكس هذه اكس القاعدة اكس اذن متوسطوح مستطيلة قاعدته قاعدته مربع طولها يعني هذا طول الرقم هذا طول القاعدة القاعدة شو اسمها اكس يعني معناه الاكس يساوي اثنيا متر زيل ليش ما قلنا دي اكس لا دي تين ما هو ياسمن ما اقل لي متر ولا اقل لي معدل تغير وما اكو كلمة دل على المعدل هس المهم قاعدته مربعة طولها اثنيا متر اذن هذه اكس كملوا يتسرب ما معنى يتسرب معناها سالب هاي الكلمة عوض سالب منه الماء بمعدل شوف بس كلمة معدل كلمة معدل واحدها شنو ترجمتها دي الى دي تي كلمة معدل واحدها دي الى دي تي لو دي في لا دي تي لو دي اكس لا دي تي لو دي اتش لا دي تي علي من اعتمد على وحدات الرقم على وحدات الرقم كملوا ياه قريت يتسرب يعني سالب منه الماء بمعدل صفر بوينت اربعة متر مكعب متر مكعب بالساعة متر مكعب اذن وحدات حجم وحدات حجم اذن هذا معناه دي في الى دي تي زين ما معنى كلمة يتسرب قلنا سالب كلمة يتسرب يعني سالب اذن باح ترجمنا كلمة يتسرب بسالب والمعدل دي الى دي تي وليش قلنا دي في لان عندك هنا متر مكعب جيد اش قد هو الرقم هنا عندنا العدد عندي صفر صفر بوينت اربعة متر مكعب بالساعة هذا هو الدي في الى دي تي نكمل قراءة المسألة ونشوف شنو اللي عندي بعد جيد معدل جيد معدل قلنا بس سالهنا جيد معدل يعني دي الى دي تي جيد معدل منه جيد معدل منه هو طاك الدي في قبل شوية اكيد لو يريد دي اج لو دي اكس لو معدل تغير الارتفاع لو معدل تغير القاعدة خلي نشوف الله كم من المسألة يقول جيد معدل تغير انخفاض انخفاض قلنا الارتفاع وانخفاض وعمق لان يدلن على ارتفاع يعني الاتش الاتش بذني تعابيره تقرر ارتفاع يعني موجب انخفاض سالي بالعمق يطيك حسب السؤال بس دني هنا كلمة التقرر ارتفاع انخفاض يعني دي احتي على الارتفاع فاذن هو ديرية دي اج لا دي تي زينا شبذني Ally dirt يعني هو انخفاض واضح الحدث هو منه لو دي في واضح دي في هذا الطاك تويا يعني شو طي واريد دي في زينا لو القاعدة القاعدة اسمها واضح القاعدة شو سميناها اكس اذن هذا مو اذا معدل جيد معدل تغير الانخفاض يعني ديرية دي اج الى ديتي هذا المطلوب هذا المطلوب عند اي لحظتي عند اي لحظتي طبعا لحدنا علاقة ما كاتب يعني علاقة ما كاتب وفق الخطة العامة مالتها تحديد المتغيرات العلاقة نعوض الثابت دي الى ديتي هذا اللي سويته السبابة هو هو روح السؤال كله هذا اساس السؤال كله عندك بيش لانه انا على ضوءة راح اعرف شلي راح اشتغل ما اطول ديح جعل دي في راح اخذ حجم ولا ديح جعل اي او دي اي اخذ مساحة وهكذا اذن عيد بس هالفقر عامو ندخل بالسؤال اول شي تحديد تغيرات شنو الشكل متوازي سطوح مستطيلة قاعدته مربعة لهنا اوقف ما معنى القاعدة مربعة اعطينا بعاد الشكل قول القاعدة اكس الارتفاع اش الحجم في جيد هذا الحجم الساعد زين كمل طوله هكذا هاي نعيد للرقم هذا هسه الان كل كلمة قاعدة تبدل بشنو بأكس ومعدل تغير القاعدة دي اكس لا دي تي كل حجم في ومعدل تغير الحجم دي في لا دي تي وكل ارتفاع اش او انخفاض ومعدل تغير الارتفاع او ارتفاع او معدل تغير انخفاض الماء هو دي اتش لا دي تي زين فهسه الرقم الاول قلنا عليه اكس لين قبل كلمة قاعدة الرقم الثاني هذا العدد الثاني ليش قلنا عليه دي في لا تي اول شي قال يتسرب يتسرب الان من تقرأ او اذن الكلمات اللي بيهن اشارة يتزايد يتسرب انزلق بتاعده يعني راح يجيك العدد اللي بعده هو يمثل معدل زمني الرقم اللي بعده ما طول بده دي يحكي على اشارة جد معدل العفو يتسرب منه الماء بمعدل زين باوحت العدد شنو وحداته حجم بالساعة اذا هذا لو دي في لو دي اكس لو دي اتش وحدات حجم اذا دي في لا دي تي ليش يخذت تسالم لانه يتسرب جد معدل تغير انخفاض الماء معدل تغير انخفاض الماء قلنا كلمة انخفاض ارتفاع عمق دي يحكي على الاتش معدل قلنا كلمة معدل يعني دي الى ديت ارتفاع دي اتش لا دي تي هو المجهول جيد هسه نيجي للعلاقة من المعطيات ما للمسألة مطيق طول القاعدة اكس ومطيق معدل تغير الحجم سالب لان عندك تسرب المايدة ينزل وديريت معدل انخفاض الماء معدل انخفاض الماء جيد ما هي العلاقة راح نستخدمها هنا بابا من مطيق حجم او معدل تغير الحجم او يريد الحجم او يريد معدل تغير دي احشه على الحجم فنستخدم قانون الحجم لو كان دي احشه على المساحة نستخدم قانون المساحة لنا ببالي علاقتيا وقلنا ذني لشي الاساس انه ذني ابعاد الماء فالعلاقة مالته v يساوي ما هو قانون الحجم العام قانون الحجم العام الطول في العروض في الارتفاع الطول ضرب ثلاثة بعاد الطول في العرض في الارتفاع فراح نقول X في X في H X بX عند الضرب تجمع الأسس أساسات مشابها X تربيع إذن هذه هي العلاقة مالت هذه العلاقة الرئيسية مالت هذه هي العلاقة V X تربيع H هذا الحجم إذن العلاقة أوكي تحديم تغيرات الآن كتبت العلاقة ليش أخذنا قانون الحجم لأنه هنا مطيق DV لا DT لو كان مطيق DA لا DT أو يريدها تشاخذ قانون مساحة كلية أو جانبية إذن انتهت العلاقة يجينا إلى نقطة خطرة جدا اللي هي تعويض الثابت وأيضا شرحناه المحاضرة السابقة تعويض القيمة الثابتة كل سؤال حسب حالته يعني أكو معلومات عامة عندي والسؤال حسب اللي بي هنا القاعدة مالتي مربح خلني أجي للثابت من هو الثابت الثابت عندك هنا كم متغيرة ثلاثة ال V وال H وال X يعني مو كل سؤال لازم بي ثابت مرات أكو ثابت مرات ماكو شلون أميز الثابت نقطة خطرة جدا لازم انتبهي لها ارجعوا يا أيا هل ال V ثابت ال V ثابت المي ديتسرب المي ديتسرب يعني الحجم شبيه ديقل الحجم ديقل يعني شوان الحجم ثابت مو ثابت زين بعد هل الارتفاع ثابت المي باعوا يا أيا المي دينزل عندك تسرب وليش قال لك معدن انخفاض الماء لان المي دينزل لأكد لك انه لازم يطلع هذا العدد سالب بالأخير لان خفاض المي دينزل فهل الارتفاع باقي يعني أنا هسه قلت الارتفاع مثلا خمسة متر من أجب برخمس دقائق وتسرب موجود ألقي خمسة متر المي لو ألقي أقل إذا نوكو تغير مع الزمن مو قلنا احنا المسائل مرتبطة بالزمن اوكو تغير مستمر مع الزمن يعني إذا هناك كان الحجم عشرين مثلا سنتيمتر مكعب اوكي بعد ساعة ألقي عشرين ده يتسرب هو الارتفاع كان خمسة بعد ساعة ألقي ألقي أقل الحجم أقل والارتفاع أقل زين شوف لسالفة القاعدة القاعدة طولها ثنين يعني هي هنا ثنين متر هذا المي طبعا هنا وهنا ثنين يعني وين ما أروح هي ثنين القاعدة يعني المي يصعد ولا ينزل المي يصعد ولا ينزل القاعدة تتأثر هو احنا طبعا بالمناسبة هذا 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 قلنا حجم الماء هذا هاي العلاقة هي حجم الماء قلنا مو عندنا بالفيزا القاعدة المسائل يأخذ شكل هذا الموضوع به فالمهم أو اللي يحتويه فهسا منو عندي عندي القاعدة ثابتة القاعدة ثابتة ليش قلنا المي هسا اصور رياي المي وين ما يروح يصعد ولا ينزل القاعدة ثنين متر هسا المي دا يتسرب هو هنا ثنين هنا ثنين هنا ثنين هنا ثنين الارتفاع دا يقل والحجم دا يقل اذا هذي الاكس اللي يمطيك اياها تعوض شوف هنا هي فقرة نعوض الثابت تعوض في العلاقة قبل اشتقاق لأن المي يتغير مع الزمن احنا دا نحسب التغير مع الزمن اللي دا يتغير مع الزمن اثنين بالمسألة هم الحجم والارتفاع هسا مثل ما قلنا المي دا ينزل فتا يتغير اذا القاعدة ما لا علاقة ما يتغير مع الزمن اذا ما تبقى ضمن التغير الزمني فتعوض بالعلاقة قبل اشتقاق شغلة الثابت انتبهوا شغلة الثابت اذا تعرف عوضة وذا ما تعرف مشتقتها صفر بالنسبة للزمن يعني انت بمجرد ما قلت الاكس ثابت يعوض وذا ما معلوم من تشتق عوض مشتقتها صفر تشعرناه ثابت اذا يعوق الاشتقاق وذا ما معلوم مشتقتها صفر يعني دي اكس الى دي اتي صفر يعني اذا حتى دارد اشتقها ضرب فمشتقتها صفر لانه ثابت اذا ما معلوم شغلة عندنا سؤال السلم هذا كل شيء تأشرة ثابت اذا معلوم تعوضت وذا ما معلوم قيمتها عاد اشتقها بس من توصل مشتقتها شو تقلت مشتقتها جيت تساوي صفر زين اذا نعوض نعوض هذا العدد هذا ال اكس 2 بالعلاقة قبل الاشتقار من الاخير شوف فائدة فائدة هذا شريط المعلومات اللي اخذناها باوع على السرعة باوع على السرعة هذه دي بي الى دي تي وهذه دي اتش الى دي تي هنا معدل التغير حسا معطى مطلوب ما ادري هذا مو مطيك الدي في اذن ال في متغير مو هاي سرحت مو هاي تسرب متسرب هذا اذن ال في متغير واش دي يريد دي يريد الدي اتش الى دي تي اذن ذول اثنين اتوم موجودة السرعة مالتهم بالشريط حسا موجودة مطلوبات اثنين اتوم مطيهم اثنينهم يعني ذول مو ثوابت لا الاش ثوابت ولا ثابت بمن اشك ل tir دي اتس بس هذا مو معناه مية بالمية ال absence ثابت موا يعني مو كل ما اشوف بعد بالمسألة مام مطيني سرعته ولا يريد Mama الطيني مثلا مهم مطيني ال Vere ولا 絹 desta ع حس breathing أي س اثنين مستحيل ثوابت لان ذول اسراعهم موجودة قدامي سراع تغيرهم هذا راح اشك بي اكس من فعلا شيك تطلع شنو فعلا هو ثابت اذا شريط المعلومات شوفها هي فائدة ثانية يعني من الان فصاعد ان هاي المحاضر ولا بالمسائل يعني انت اذا تقرأ بالشريط دي ار لا دي مسألة معينة يعني الار ثابت مستحيل من تقرأ دي بلا دي يعني الار ثابت مستحيل لان سراعة موجودة بس اي بعد اي بعد موجود بالمسألة كل سؤال حسب حالته ما موجودة سراعة بالشريط كمعطاء مطلوب فشك بي انه هذا ثابت قلنا مو مية بالمية لازم نشيكها زيان يا الله نتأكد من عندي اوكي يعني اذا انا قبل بالمسائل القادمة من ابا وحيش سؤال ما راح هذا مستحيل شك بي ثابت وهذا لان ذولة واضح تغيرهم راح افكر قبل بالقاعدة اشوفها ثابتة جيت اذا نعوض الثنين بالعلاقة قبل الاشتراك ليش نعوضها يمز غير مع الزمن ما العلاقة قلنا المي يصعد ولا ينزل باقي الشكل نفسه القاعدة يعني باقي فراح نعوض الثنين راح نشير الاكس نخلي الثنين فراح اصير عندي في يساوي اثنين تربيع يعني اربعة اج ايه كملت الخطوة الثالثة اللي هي نعوض الثابت قلنا مو دائما لكو ثابت وصلنا للخطوة الاخيرة الاشتقاق الزمن اتدربنا عليه سابقة نخذنا كل العلاقات تقريبا تسعين من العلاقات اللي موجودة اتدربنا على الاشتقاق المفروض السؤال هنا انتهى عدي لان راح اشتاق بالنسبة للزمن مناشتاق اش اقول اقول دييه الى ديتي ما هي مشتقة الفيي دي فييه الى ديتي يساوي هذا شنو بابهاي الاربعة شايمثل ثابت اذن مشتقة ثابت في دالة يساوي الثابت في مشتقة الدالة يعنياش راح يصير يعني راح يصير اربعة ينزل ما هي مشتقة الالاتش DH إلى DT وصلنا الاشتقاق قلنا مشتقة ال VDV إلى DT والاربع لزلت ومشتقة ال H DH إلى DT من تشتق أي علاقة إن شاء الله المحاضرات قامت وضح الأمور بعد أكثر أي علاقة تشتقها بالنسبة للزمن خلص اشتقاقتها وحنا تدربنا عن مشتقة المحاضرة السابقة تشيك السرع مالتها لا تبعوا على بعض تتبعوا X Y US نتبعوا عليه تشيك للسرع المعدلات مالتها إذا موجودة بالشريط مالمعلومات فأنت بالطريق الصح أي سرعة ما موجودة ضمن الشريط أوقف عندك مشكلة بالسؤال ملاحظة جدا مهمة بالمعدلات الدروس القادمة توضح الأمور بعد أكثر من تشتق بعد تعويض الثابت المجد من تشتق أي علاقة بالنسبة للزمن شو تشيك لا تشيك الأبعاد X Y هو لا تشيكي تشيك السرع لأن هي السرع أصلا المعدلات من الجتين جتين من الأبعاد فإذا المعدلات المتغيرة دولة دي فيو والدي ايش إذا ذولة نفسهم موجودين هس نفسهم موجودين كلهم معطاة أو مطلوبين أو جزء معطاة مطلوب يعني أنت بالطريق الصح إذا لقيت سرعة وحدة يعني هناك ما موجودة بالشريط فعندك مشكلة أوقف طبعا راح نفق درسي جاي نسولف عليه شو عندك مشكلة احتمال ثابت ملاحظة خاصة نوصل لها فلي هنا سأطبق الملاحظة لحكيتها اشتقيت بالنسبة للزمن هل السرع اللي موجودة عندي موجودة بالشريط نفسها لا لا هاي دي فيو معطاة والدي اتش أريده أكو بعد ما عندي إذن تعويض مباشر لأن هاي مسألة رقم واحد ما يقلنا سؤال الكتاب هذا مثال بالكتاب بالوزاري هوائي جايم غيرين حتى أرقامه مسألة بسيطة جدا إذن تعويض مباشر ونوصل الدي في اشتقيت سالب الدي في مالتي سالب اشتقيت صفر بوينت أربعة ليش أخذناه سالب لأن قلناه يتسرب يساوي أربعة دي اتش إلى دي تي نقسم المعادلة على أربعة يعني دي اتش إلى دي تي سالب صفر بوينت أربعة على أربعة سالب صفر بوينت واحد الوحدات شوي انتبهوا لاي الوحدات شنو مالتي هنا دير بالك هنا اتش احنا سؤلفنا اتش اكس واي طول عرض ارتفاع وحداتها شنو متر سنتيمتر كيلومتر ماكو تربيع المساحة تربيع المساحة تربيع والحجم تكعيم هس هذا بيه سرعة يعني يا زمن اذن دي اتش شوي انتبه الوحدات اله علي من يشتغل على المتر يعني حالة حال هذه اذن اكتب متر وحداتي متر والزمن من هنا نجيبه من السؤال متر بالساعة متر بالساعة وهذا السالب اللي طلع عندي هنا اكو عبارة بالاخير نكتبها يقول لك معدل بس بعد معدل معدل انخفاض الماء معدل انخفاض الماء هو صفر صفر بوينت واحد متر بالساعة ليش ما ذكر السالب موطاك كلمة انخفاض انخفاض شنو معناها سالب هاي العبارة بابا من تطيق من تطيق كلمة سا شوف المثال القادم رح توضح لهم وراكثر بعد هاي العبارة كتبتها بالاخير من قلت معدل انخفاض اتذن انطيت اشارة فبعد ما تكتب الاشارة معدل انخفاض الماء خلص صفر بوينت واحد متر بالثاني سأل هنا هي النتيجة انتهت وافتهمنا ليش سالب افتهمنا ليش سالب اما اصلا بس خلي خلي نشوف بالله هاي العبارة الاخيرة رح استقدم درس الجاي اذا تقول معدل انخفاض يعني تطيق بعد توخر الاشارة معدل ارتفاع يعني تطيق كلمة دل على الموجب وعا السالب ما تكتب اشارة بس اذا قلت معدل تغير معدل تغير ماذا تقول انت ماذا تحدد التغير يعني ماذا تقول زيادة لو نقصان فالاشارة تكتب هسا المهم هاي التفصيلة الاخيرة خلعو فهسا حاليا هسا احنا كتبنا هادي والوحدات نرجع للسؤال نريد ناخذ عشرة عليها شنو الطالب طالب جيد وعنده معلومات جيدة لكن ما ياخذ عشرة اكو اسئلة بيها رسم طبعا هنا رسم توضيحي الاسئلة اللي بيها تشابه مثلثات بيها وصف سيارة تتحرك قطاران يعني انشاء الله بوقتها نوضح الاسئلة بيها وصف تحتاج رسم لكن اكو شغلات الطالب ما ياخذ عليها عشرة ومعني مضبط امورها الوحدات ينساها الاشارات هاي تحديد المتغيرات اللي دي نذكرها تحديد المتغيرات اللي هي الفرضية اللي بالبداية الفرضية هاي جدا مهمة وهنا بهذا السؤال قلنا لازم تحدد انه ذول الابعاد ما للسائل عادي يقول للحج نفرض الحجم فيه والارتفاء اش والقاعدة اكس وتكتبهمهم ابعاد الماء اوكي زياد السؤال بصورة سريعة معدة قلنا خزان على شكل متوازي سطوح مستطيلة قاعدته ومربع اللي هنا اوقف قاعدته مربعة شبيه بي ما اذا قبل سجلة سوائل اذا قاعدة مربعة شنفرض قل قاعدة اكس ارتفاع اش الحجم فيه ذوله مال 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 المي انتهينا كمل كلمة قاعدة راح تش تخلي مكانها اكس وكلمة ارتفاع انخفاض عمق اش وكلمة حجم فيه وحتي على شو نتميز من الوحدات بالنسبة للارقام فهذا ليش قلنا عليه اكس وحداته ما البعد هاي القاعدة اذا قلنا اكس نرجع يقول يتسرب ما معنى يتسرب يعني سالم منه الماء بمعدل اذا هاي وحدات حجم فقلنا dv الى dt سالم جد معدل جد معدل يعني d الى dt انخفاض الماء قلنا كلمة انخفاض او ارتفاع او عموق يحتي دي حتي على ال h dh لا dt اذا السؤال بسيط جدا مطيني طول القاعدة واذا نقلنا بعض السؤال مطيني معدل تغير الحجم يريد معدل تغير الارتفاع جيد ما هي العلاقة وصلنا الى ثانيا العلاقة هي دي حتي هنا الشريط على الحجم سواء يريد معدل تغير او مطي اذا نكتب علاقة الحجم ما هو قانون الحجم العام طول في العرض الارتفاع او مساحة القاعدة الارتفاع فقلنا x في x في h اكتبنا هنا طلع x تربيع وصلنا الى اخطر نقطة اللي هي تعويض الثابت وقلنا هي ما موجودة بكل اسئلة تعويض الثابت باختصار وبصورة سريعة مكان منظل المي نزل وصعد روح لقبال على شريط المعلومات dv مطي اذا في مستحيل ثابت dh يريده مستحيل h ثابت بما نشك بالx مو مية بالمية انو الx ثابت بس اروح قبل على الx من شي اكتب فعلا المي دي قل المي دي ينزل دي يتسرب الx دي قل الحجم دي قل اذا القاعدة ما لها علاقة وين ما قيسها تبقى ثابت اثنين متر فلذلك تعوض الان حددت حددت انو الx ثابت عوضت بالعلاقة قبل الاشتقاق واشتقينا بالنسبة للزمن اشتقاق بسيط جدا كان هاي الاربعة ثابت وعوضنا عن المعلوم وطلعنا المطلوب طبعا بالمناسبة قبل ما نعفو السؤال ننتقل الى السؤال الثاني الان من يقول لك معدل انخفاض تغير انخفاض لازم يطلع النتيجة شنو سالم واضح لازم ش يطلع النتيجة سالم لو قل لك ارتفاع سراحا غير السؤال لو كان يصاب سائل يصاب سائل مو يتسرب ده اصب مي بال بالاناء هذا اذا شي يقول لك هم يقول لك جد معدل تغير انخفاض لو رح يبدل كلمة شنو بدل كلمة يتسرب يصب يصب موجب مو اذا هذا الرقم رح اتعوض موجب لازم يغير هذا المطلب شي يسوي جد معدل تغير ارتفاع الماء لان المي دي صعد وفيش حالة المي صعد ولا نزل يبقى المتغير هنا الحجم والارتفاع والقاعدة ما لها علاقة واضح بابا فهي الكلمات انتبهي لها من يقول لك جد معدل تغير انخفاض الماء يعني الناتج لازم شي يطلع سالم لو ارتفاع لازم الناتج يطلع موجب بهذا الشي انه عرفنا انه حلنا صحيح وننتقلوا ياكم للمثال الثاني نشوف شنو هذا المثال على الصبورة الثانية سؤال تمارين هذا دي الاسئلة ايضا المهمة سؤال خامس بالتمارين ايضا دي احش على المتوسط وحسط احنا كنا اليوم محاضرات نهي خاصة متوسط وحسط 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 عندنا هذا مثال كتاب وعدنا هذا التمارين وعدني بعض سؤال للوزاريات وتقريبا تتوضح امور المحاضرة خلنشوف هذا السؤال شنو الفرقة عن السؤال السابق بس نريد نحل بصورة اسرع ان شاء الله المثال القابل اللي قبل العفو لانه هذا المثال اللي حلينا كان اول مثال عن متوسط حسط احنا قلنا بابا نحجي واقع حال يعني الان انتسب نحليت المثال رقم واحد على المتوسط وحو مستطيلة من اتحي المثال الثاني على المتوسط وحو مستطيلة وضعك يصير افضل من اتحي المثال ثالث افضل شنو افضل تحي متجر هل تعرفت العلاقات عرفت هال ارقام بالكذا فتبدي الامور تتوضح عدك اكثر واكثر واعيد مرة ثانية المسائل مو مرة ولا مرتين هل ريد ناخد عشرة على السؤال اكو امور لازم انشاء الله وضح الكياه بوية الاسئلة اكو امور ينساها الطالب دائما السوي له مشكلة ننتقل للسؤال ما للكتاب نقرأ متوازي سطوح مستطيلة ابعاده تتغير ابعاده تتغير ابعاده تتغير يعني نقطة مهمة جدا يعني داي يقول لك ما كثابت ما انتبهنا ما مشكلة ابعاده تتغير ما انتبهنا كمل بحيث تبقى قاعدته مربعة قاعدته مربعة جيد اذا المتوازي طوح مستطيلة وقاعدة مربعة طين التحديد المتغيرات شو تعني تغيرات طول القاعدة اكس ارتفاع اش حجيم هاي هس تجيب لمليون سؤال يحمل نفس الفكرة بسبق الشغلة صغيرة خلي تأكد منها هاي القاعدة اكس والارتفاع اش والحجيم دولة ما السائل وما الاناء كملوا يزداد طول ظلع القاعدة بمعدل يزداد طول ظلع القاعدة القاعدة سميناها اكس بمعدل وارتفاع ظلع القاعدة اربعة والارتفاع ثلاثة جاب طار سائل يتسرب سائل ما اذا هذا السؤال شنو اختلاف عن السؤال السابق هذا مو سواهي هذا هو الاناء يتغير هو قل عبارة يتغير اذا نفس الفرضية هم القاعدة اكس وارتفاع اش والحجيم في بس ما المن دولة سؤال افتنى درس ما الاناء ما الاناء اذا نفس الحال هم هنا اقول القاعدة اكس والارتفاع اش والحجيم في اذا نفرض عند اي لحظة طول القاعدة اكس الارتفاع اش الحجيم في ذول موس هاي ها الاناء يتغير ذول ابعاد لنا ممتاز اذا الان هو اشوف قال لي ابعاد تتغير هس على كل فرضنا الان كل كلمة بابا راح ارجع اقرأ السؤال مرة ثانية وانشاء الله من نحل الاسئلة الوزارية اشوف الامور صارت اسهل كل كلمة قاعدة تبدل ب اكس وكل كلمة ارتفاع انخفاق تبدل ب اش معدل تغير القاعدة معدل تغير انا اقول تغير يعني زيادة او نقصان لانه الارتفاع فهس خلن نرجع قبل من نسوي العلاقة احنا حددنا الخطوات ما لدنا اعيدين هنا مهمة جدا انه اولا تحديد المتغيرات وثانيا العلاقة وثلاثة نعوض الثابت واربع الاشتقاق الزمن وبعد الاشتقاق طبعا الخطوة الخامسة نعوض الابعاد المتغيرة ونكمل بس احنا اذا وصلنا الاشتقاق مشت الامور مشت الامور على كل ارجعوا نجي الى تحديد المتغيرات حددنا متغيرات هاي الاولى اوكي الاولى اوكي اولى القاعدة اكس ارتفاع اج والحجم فيه ذول ما المل ما الان هذا السؤال مو سوائل جيد الان رح اطلع شريط المعلومات هذا هذا تهتم بي انا ما اضل اقرب السؤال كل ساعة رح اشيل كل معلومات السؤال اقول هنا هذا اللي رح تسوي هنا هو رح يوضح لك باب من هو الثابت ومن المتغير واش تقول اتصرف بالسؤال واضح يعني هذا الشريط هنا اللي رح اكتبه رح يطيني مفردات المسألة كلها وشون اشتغل يلا كمل بها متواجس طوح مستطيلة ابعاده وتتغير يعني يقول لي ما انقل ثابت ما انتبهت له كمل بحيث تبقى قاعدته مربعة يزداد يزداد ما معنى يزداد يزداد من يضطيك كلمة من يضطيك كلام يدل على اشارة وراء وراء معدل زمن وراء معدل زمن اذا يزداد يعني موجل يزداد طول ظلع القاعدة يزداد طول قاعدة شي اسمها اكس يزداد طول ظلع القاعدة بمعدل هسه ترجم لي قرأت كلمة معدل يمن رقم معدل وحداته مع المعدل اذا هذا دي الى دي تي يزداد موجب قلنا من هو دي اكس لو دي اتش لو دي في هذا الرقم هذا العدد المطيني صفر بوينت ثلاثة صفر بوينت ثلاثة سنتيمتر بالثانية هل هو دي اكس لو دي اتش لو دي في اقرأ الكلمة اللي قبل يزداد قلنا موجب طول ظلع القاعدة القاعدة سميتها اكس احنا دعوني تغييرات ليش مهم يعني بابا هنا بالمسائل بالمسائل ما نمتوسط مستطيلة كل ما اقرأ كلمة قاعدة بالمسائلة بعد من اللي خلاك تقول دي اكس لا دي تطيني ملاحظة الدرس السابق وحش احنا بدأت الدرس الوحدات مالت الوحدات مالت هاي سنتيمتر مربع لا يعني مو مو المساح مو معده تغير مساح هاي مكعب لا يعني مو معده تغير حجم اذا مبقى هاي لا دي اكس لا دي اتش الكلما اللي قبلها راح تطيق قال لك قاعدة يعني دي اكس قال لك ارتفاع يعني دي اتش نكمل المعلومة اللي بعدها وارتفاعه شو اسم الارتفاع اتش وارتفاعه يتناقص شو بعد ترجمة الكلام وارتفاعه يتناقص بمعدل يعني دي الى دي تي يتناقص شنو سالب قبل شوي يقول لي يتزايد موجب الآن يتناقص سالب وارتفاعه يعني منو وارتفاعه يتناقص بمعدل صفر بوينت خمسة سنتيمتر بالثانية إذن هذا الرقم منو DV لو DX لو DH أكيد DH وارتفاعه يتناقص إذن DH إلى DH كمل جد معدل يعني D إلى D جد معدل هاي بس كلمة قلناك كلمة بابر كلمة معدل وحدها يعني من تقرأ كلمة معدل هاي شنو تعني لك D إلى D ويبقى هنا راح تخلي واحد من رموز التلافة كملوا يا ايا جد معدل تغير الحجم الحجم من هو V إذن ديريد DV إلى D جد معدل تغير الحجم ديريد DV إلى D كمل عندما يكون عندما يكون طبعا هذه قلنا عندما يعني حال التغيير معزة من هنا دائم ولو الموضوع ما يحتاج السؤال واضح جدا أنه ماكو ثابت على كله عندما يكون طول ظلع القاعدة من هي القاعدة X يعني إذن الـ X أربعة عندما الـ X أربعة سنتيمتر والارتفاع المدل على السائل إذن مو داخل السائل قال أبعاده تتغير يعني ماكو ثابت المهم السائل عبره تخير عيفة أبعاد تتغير نتجعلها بحيث تبقى قاعدته مربع إذن سؤال مو مال سوال وقاعدة مربع قبل نقول نفرط طول القاعدة X ارتفاع X حجم V وفق الخطة مالتنا زيان هو دي يحجي على الحجم هنا قلنا الحجم V لو كان على المساحة نقول المساحة أي جيد نجي للشريط مال المعلومات قبل العلاقة قبل العلاقة لأنني ما دي رح استخدم الحجم لو المساحة كعلاقة لو أي قانون ثاني ما أدري فذا يشوف علي المن دي يحجي هنا بالشريط المهم يقول يزداد طول ظلع القاعدة هسا قبل من بلش القراءة الأخيرة على المدى تشيك وروح للحل بعد قبل كل قاعدة تبدل بX ومعدل تغير القاعدة DX لا DT وكل ارتفاع H ارتفاع انخفاض H ومعدل تغير الارتفاع DH لا DT وكل حجم V ومعدل تغير الحجم D لا DT فهس هنا قل لي منه قل لي القاعدة يتغير ازداد طول ظلع القاعدة بمعدل اذن هاي DX لا DT ليش موجب قل لي ازداد ليش DX قل لي القاعدة وراها وارتفاعه يتناقص اذن يتناقص يعني سالب اذن هذا الرقم سالب DH لا DT جد معدل تغير الحجم DV لا DT عندما يكون طول ظلع القاعدة اربعة يعني الـ X اربعة والارتفاع اللي هو الـ H ثلاثة ما هي العلاقة؟ اكيد هنا بعض يحكي عن V فالعلاقة ما لديه علاقة حجم نفس قبل شوية V يساوي X بـ X بـ H إذن V يساوي X تربعة هاي العلاقة هذا حجم الاناء لو حجم الماء؟ هذا حجم الاناء لأن هذا مو مي يعني هاي أبعاد الاناء كله يعني هذا الـ H كله بينما السؤال السابق بابا كان الـ H لهنان الارتفاع لهنان هذا الاناء كله هذا حجم الاناء كله بينما قبل شوية كان السائل لهنانه فالحجم يقصد بهذا والارتفاع هذا المهم كانت أبعاد السائل على كله نجي الاناء كتبنا العلاقة X تربعة الروح لأخطر خطوة عندنا هنا ورا العلاقة الروح للتعويض الثابت هل يوجد ثابت؟ راح اختصلك ياهم للأخير تروح لعي شريط المعلومات بوقع الهنان اللي كتبته شنو هذا؟ DX لا D بوجب سالب مو مشكلة يعني الـ X مستحيل ثابت هذا شنو؟ DH لا D إذن الـ X مستحيل ثابت هذا شنو؟ DV لا D إذن الـ V مستحيل ثابت إذن ولا واحد ثابت فيهم لأنه بالشريط دي حجي على DX وعلى DH وعلى DV هسه ذول التلاثة يريد معدل تغيرهم هو مطيهم نصروس ما أدري ما أطول بالشريط ذاكر الـ DX كمعطاء مطلوب مستحيل الـ X ثابت ما أطول بالشريط ذاكر الـ DH معطاء مطلوب مستحيل الـ H ثابت وما أطول بالشريط ذاكر الـ DV إلى DT معطاء مطلوب مستحيل ثابت إذن لا يوجد ثابت هو صرح لي بهاي العبارة هنا فوق قل لي أبعاده تتغير يعني ما كثبت إذن 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 شنلاحظ مو كل سؤال تباوع متوسط وح مستطيلة قاعدة مربعة نروح نركض نعوض الـ X قبل الاشتقاء ما كيش حتقول القاعدة ثابتة ذاك إذا داخله سائل ذاك إذا داخله شنو؟ سائل وسولفنا قبل شوية شنو نخلانا يشوك بالـ X مثال السابق المثال السابق شنو خلانا أشوك بالـ X ثابت ما كان مطيني DX إلى DTM لا مطي ولا يريده بس عيد مرة ثانية مو معناه 100 بالـ X ثابت خلانا أشوك بالـ X إنه هو ثابت المهم فهنا لا يوجد بعد ثابت والنتيجة اشتق اشتق بعد هو ماكو ورا تعويض الثابت ماكو ثابت اروح اشتق ورا ما اشتق انتبهوا ياه مو إحنا الموضوع بعدنا بداياته احنا ماكو حفظ بعض المسائل هي الملاحظة الجاية راح اشتق اذا طلعت المعدلات بعد اشتق المعدلات مو لا بعد اذا طلعت ضمن ذني خلص طلعت سرعة غريبة عندي مشكلة يعني نطلع لديارة لديتي مشكلة لان شريطة يحكي على ثلاث سرعة عندي ثلاث معدلات على كل نروح نشتق وخو ما نشتقها غلط مثل ذاك اليوم ها شون نشتق اول ما نشتقش قلنا ارجع المحاضرة الولى اللي سولفنا عليها من تشتق اي علاقة قانسة ما عدا وقت اشتقها غلط ها نحدد نوعها فما هو نوع العلاقة ضرب ضرب دالتين من اشتق اقول دي الى ديتي ضرب دالتين يعني ما هي مشتقة ال اكس تربيع نين اكس دي اكس الى ديتي وما هو مشتقة ال اتش دي اتش الى ديتي اوكي بابا مشتقة ضرب دالتين قلنا بالضرب والقسمة لا توجد مشتقة في مشتقة بالضرب والقسمة لا توجد مشتقة في مشتقة يعني ما يصير تقول مشتقة الاول في مشتقة الثانية ولن ضيع تعبنا بشغلة بسيطة مع الخامس لن ضيع تعبنا انه نشتق بدون قاعدة قلنا هالملاحظة خليها ببالك ابد لا تشتق او تكامل بدون قاعدة ولا تستهين بالقاعدة لقدامك يعني تقول هاي بسيطة واشتقها مباشرة يلا عين هس نجي نشتقل علاقة بالنسبة للزمن ما هي مشتقة الفي دي في الى دي تي مشتقة الفي تي في الى دي تي هذول ضرب دالتين مشتقة الاول انا امطلع هذا في منه شباب في الثاني زائد مشتقة الثاني في منه بابا في الاول اوكي شوف مني اشتقيت الان مني اشتقيت العلاقة خو ما ضربت هذا في هذا مو قلنا في المشتقة ماكو ضرب مشتقة مشتقة اوكي اذا اشتقيت صحيح مشتقة الاول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الاول السؤال مهم جدا اش اشيك السهنة اشيك الابعاد x y h لو اشيك السرحة ملاحظة جدا مهمة حين دي نسوي عندك اساسيات حاليا بالموضوع نجل الاسئلة شوي اقوى عندك اساسياتي مني اشتق اي علاقة بالنسبة للزمن اشتق لا تخاف اي علاقة اشتقها تشيك للسرح تشيك للسرح بابا تسأل الطالب تقول له تذني المسائل والمعدلات حافظهم فاهمين يقولك لا حافظهم فاوكي انطي اي علاقة اقول له اشتقها ضمن السؤال اذا اذا هو فعلا فاهم يعرف شدي يسوي يعني العلاقات السرح اللي راح تطلع له راح يشوفها ضمن الشريط هل هو دا يمشي بالطريق الصح لو لا هسه على كل الوقت هنرجع العلاقات تشيك للسرح دي بلاديتي موجود موجود بالشريط معطا مطلوب بس موجود يعني ما اريد سرحة غريبة هنا ما اريد ما اريد معدل هنا هنا ثلاث معدلات عندي شباب لاني هذي معدل تغير الحجم ومعدل تغير القاعدة ومعدل تغير الارتفاع ثلاث سرحة عندي ولا تباو على بعض لا تباو عليهم مالك علاقة بيهم هن السرع التمنين جبتهم جبتهم للأبعاد فاذن تشيك السرع اذا اوكي ضمن الشريط خلص الأبعاد تدبر يعني انت بالطريق الصح يلا تشيكوا ياين الديفي المعدل الاول معدل تغير الحجم موجود مطلوب معطا مخالف اوكي موجود والدي اكس هذا والدي اج هذا اذا انت بالامان ان شغلك صح ما طول السرع التلاثة اللي طلعت عندك المعدلات الزمنية التلاثة موجودات بالشريط ما المعلومات بين معطى ومطلوب فانت ماشي بالطريق الصح الان بامان شيك التأمنت بعد علاقتك صحيحة وعلاقتك رئيسية كانت مضبوطة الان شيك الأبعاد ما تبقى بقى عندك الاكس والأج موجود نعم موجود الاكس موجود طول القاعدة والأج موجود اذا السؤال تعويض مباشر بعد الاشتقاق وما بي اي مشكلة فهيسا راح نعوض راح نعوض الاكس والأج هنا الأبعاد تكون راح نعوض هنفر راح نقول دي في الى دي تي شوي يا بابا دي في الى دي تي وساوي اثنين تنزل ايش قدي الاكس عندي الاكس اربعة والدي اكس الدي اكس دي ربالك الاشارات موجب صفر بوينت ثلاثة والأج ثلاثة تمام زايت الدي اج اش قد دي ربالك سالب الدي اج سالب صفر بوينت خمسة في الاكس الاكس هي اش قد الاكس اربعة تربيحها ستعش طيب بس اضربهن وهذه الجماعة بعدين نقول دي في الى دي تي اضرب هنا اثنين فيه اربعة ثمانية ثلاثة فيه ثلاثة تسعة فعندك ثمانية فيه تسعة اثنين وسبعين سبعة بوينت اثنين لانها عندك بوينت هنا زاعدا هادي سالب اوكي فهي سراح تصير سالب لانه الموجب بالسالب شنو سالب خمسة فيه ستعش ثمانين يروح البوينت ثمانية لانه عندك هذا البوينت ياخذ الصفر فبقت ثمانية يعني النتيجة جيدة راح تطلع هنا هاي خلي صفر هنا سالب صفر بوينت ثمانية اش اكتب لازم اوكي ها هنا خدنا واحد مو قلنا عشرة واضح الطرح عشرة ناقص اثنين اثمانية وسبعة ناقص يعني ايسا خلي نسوي هذي خاف طالب شوي عندنا مشاكل بيه نذني راح ناخذ شارتي كبير ناخذ شارتي كبير ونطرح اللي هي السالب وهذه سبعة ناخذ واحد لانه صفر ناقص اثنين فعشرة ناقص اثنين اثمانية وسبعة ناقص سبعة صفر شغلة مهمة جدا ما انساها شنو بابا الوحدات الوحدات شنو وحداتك هذه دي في الى دي تي دي في الى دي تي فشنو الوحدات مالة الحجم هل هي سنتيمتر بالثانية لو سنتيمتر مربع بالثانية لو مكعب سنتيمتر مكعب اذا السنتيمتر والمتر للابعاد والسنتيمتر مربع والمتر مربع للمساحة الحجم مش ياخذ سنتيمتر مكعب مكعب بالثانية الان هو دي يقول لك جد معدل تغير التغير يعني ما قل لي ما انطاني الاشارة شنو ما اقل لي معدل تزايد الحجم او تناقص الحجم اذا هنا إذا ارد اكتب هاي العبارة اقول له معدل تغير الحجم هو يبقى نفسه هو شرق لانه ما انطايت كلمة تدل على الزيادة او النقص mine ما انطايت كلمة دل اس هي العبارة هاي تكتبها ما تكتبها معدل تغير الحجم ما انطايت كلمة مثل ما قبل شوية قلت معدل انخفاض الماء شلت الاشارة ارتفاع الماء إذن ماطعة كلمة دل على التغيير